موسيقى احنا متوجدين النهاردة في قريب بني عادي اتبع لمركز ناصر استكمالاً لقطار مبادرة انت الحياة اللي مرت فيه بني سويف بثلاث كرة سابقين والنهاردة بنستكمل فيه قريب بني عادي واللي بتضم حوالي ثلاث كرة توابع بعدد نسمات حوالي ثلاثين ألف نسمة انت الحياة ممكن نقول عليها انها قفلة متكملة مكتب حياة كريمة النهاردة كمان عمل حاجة لأول مرة بتحصل وهي استقبال الحالات الانسانية من قلب القرى سواء كانوا غريمين او مرأة معيلة او كانت اي حالة انسانية تحتاجها للتدخل سريع وتدخل مباشر سواء في القطاع الهندسي او في القطاع الانساني حياة كريمة كانت بتستقبل المواطنين كلهم على مدار الايام الماضية والنهاردة لتوزيعهم او نقلهم للجهة اللي تقدر تساعدهم وكمان كان عندنا قفلة طبية 8 تخصصات مختلفة استطاعت القفلة الطبية خدمة اكتر من 4000 مواطن بتوفير العلاج ليهم بنسبب الحالة الانسانية بتيجي بتتكلم بتحكي ظروفها سواء محتاجة مشروع وتمكين اتصادي او حالة انسانية مثلا بنسمع منها وبنانا على الكلام بنبحث عن الحالة نشوف هي محتاجة ايه المبادرة للنهاردة يعني على مدار 3 ايام فيها فعاليات كتير فيها مصر الخير فيها قصر الشقافة بقدم مرامج شقافية فيها سدوم مكافحة الادمان بقدم انشطة وهدايا للاطفال وتوعية للأهلين هنا في قرية بنعادي النهاردة عرفنا ان فيه كارت خدمات متكملة بتعمل وانا عندي ابن اخوية جبته النهاردة والحمد لله استفاد من كارت الخدمات المتكملة وتم عمله انا عرفت حياة كريمة عن طريق الاعلانات وعن طريق التلفزيون والمبادرات اللي بتعملها في كل الكرة انا حضرت النهاردة انا واولادي بنت الصغيرة كشفت لها واولادي الكبار في مدرسة شاركوا في الالعاب مع صندوق مكافحة المخدرات وفادوا الولاد اللي في البلد ودي بالنسبة للقرية حاجة جميلة جدا قدمتها مبادرة حياة كريمة موسيقى